وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في إنشاء محور الحضارة والذي سيكون مدخلا إضافيا جديدا لهضبة المقطم جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار الرئيس للتقطيط العمراني وعدد من المسؤولين كما تم استعراض جهود رفع كفاءة الطرق بمحافظة جنوب سيناء خاصة من ويبع إلى طابة فضلا عن الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد لا سيما ما يتعلق بمحور المراغة حيث واجه رئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع أيضا على جهود استغلال وتطوير المنطقة الخاصة بمحيط المونرال في شارع يوسف عباس بمنطقة مدينة نصر بالإضافة إلى تطوير منطقة نادي الشمس والأراضي المحيطة به